استماتت الميليشيا في محاولة السيطرة على مواقع همة في جبال القبيطة وربما نجحت حيث باتت أكبر قاعدة عسكرية تابعة للقوات الشرعية في برمى الميليشيا إذ تؤكد معلومات بأن قاعدة العند العسكرية التي استخدمت لتدريبات وتخريج دفع عسكرية وبإشراف قوات التحالف يجري الآن محاولة العودة إليها عبر جبهة القبيطة في محافظة لحج وهي الجبهة التي تخوض المقاومة فيها مواجهات دون أي غطاء جوي من قوات التحالف أو إمداد بالتعزيزات العسكرية تعرف القبيطة بالمنطقة الحدودية الفاصلة بين محافظة تعز ومحافظة لحج كما تشهد منذ عدة أيام قتال شريس وتؤكد مصادر في المقاومة أن مواقع تابعة لها تعرضت لقصف شديد خلال الساعات الماضية من ليلة أمس الأول لا سيما سلسلة الجبال الممتدة على طول المديرية وتعرف بجبل جالس والخضر والياس وسط النيران الكثيفة والقصف الذي استمر لساعات طويلة إذ طرت المقاومة الشعبية للانسحاب بعد نفاذ الذخائر منها بحسب مصادر هناك من الواضح إذن أن الميليشيا التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح تواصل مشروع السيطرة على مواقع هامة في هذه الجبهة الاستراتيجية ليس بغرض السيطرة وحدها فقط كما يرى مراقبون ولكن هي أقصر الطرق وأسهلها ربما بالعودة إلى المحافظة الجنوبية وتحديدا العاصمة المؤقتة عدن التي بدأت الحكومة تمارس سلطتها هناك وتحاول تسيير الحياة بشكلها الطبيعي